طب هنالجي على النادي الأهلي والشناوي وإصابته طبعا في مباراة مصر ومورتانيا فطبعا كانت إصابة كبيرة جدا هل هيتم الاعتماد عليه ولا ممكن يستبدله بشبير احنا شوفنا بطبعا برضو أنا عايز بس أقول قبل ما نطمن الجمهور على الشناوي نادي الأهلي محظوظ بأنه عنده اتنين كبار جدا ومميزين جدا في مركز حراسة البرمج الاتنين دوليين مصطفى شبير ومحمد الشناوي طبعا اطمننا على الشناوي كم للمباراة وكان فيه ضماضة كده على الراس كان هو تعرض له إصابة في أعلى الحاجب شوفناه في تمرين الأمس وبالمناسبة تمرين حضر الكابتل محمود الخطيب والكابتل محمد رمضان حضر الكابتل محمود الخطيب طبعا رئيسي النادي والكابتل محمد رمضان المدير الرياضي شوفناه مش حاطة ضماضة وموجود وبيقد التمرين بشكل كويس جدا لزقة بسيطة فأعتقد أن محمد الشناوي جاهز من الناحية الفنية والطبية وكمان طبعا المعنوية باعتباره قائد للفريق هيكون جاهز له قيادة الفريق إن شاء الله في مباراة سيراميكا لو رحنا لحراسة المرمة في الزمالك عندنا صبحي وعواد متوقعين جميز حينزل أشكرك على السؤال ده لأن فعلا كانت نقطة محورية في حسابات جزي جميز الفترة الأخيرة وخصوصا بعد عودة محمد صبحي وتمييزه في المباراة الودية اللي خادها الزمالك استعدادا لبطولة الصوبر ولكن أعتقد أن الجهة أو الرؤية في الجهاز الفني أن محمد عواد هو اللي يكمل مع تقلقه في بطولة الصوبر الأفريقي وقيادته الفريق سواء في رقالات الترجيح أنه يفوز بالصوبر الأفريقي أعتقد التوجه داخل الجهاز الفني بأن يستمر محمد عواد هو حارس مرمة الفريق وبالمناسبة بطولة الصوبر المحلي فيها تميز أو فيها بقى هتبقى عين كده على الأربع حراس يعني محمد بسام كمان مع سيراميكا مع سيراميكا أدي أداء رائع جداً في فترة أخيرة وبالمناسبة في التمرين بتاع أمس كانوا يتضربوا على رقالات الترجيح وهو كان من المميزين جداً فيها في التمرين مميزين في صد رقالات الترجيح لأننا عارفين أن لايحة البطولة ما فيش وقت إضافي في نص النهائي يعني بكرة أي مباراة لو وصلت للتعادل على طول هنلجأ لرقالات الترجيح من باشرة إنما النهائي هيبقى فيه إكستراتي يعني النهائي فقط هو اللي هيكون فيه إكستراتي هل الفرق الأربع بتعاني من غيابات معينة هتأثر عليها خلال المتشاط اللي جاية المبارات اللي جاية؟ أعتقد أبرز الغيابات إحنا قلنا وإحنا بنستعرض برامد زي قلنا وليدي كارتي هو ده الغياب الأساسي أو البارز فيه إذا مالك فيه نصف النهائي تحديداً هيبقى عنده دونجا والزناري غيبين ما أعتقدش إن حد فيهم هاي الحق أو ما أعتقدش كمان إن حتى لو خدوا تمرين النهاردة الجهاز مش هيغامر بيهم في مبارات بكرة يعني أعتقد إن هو هيجهزهم ويستمروا التأهيل لو وصلوا للنهائي أو لمبارات المركز التالي في الناد الأهلي ما فيهش غير الغيابات الطويلة اللي هي أساساً ما سافرتش مع الفريق للإمارات علي معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد نتمنى لهم طبعاً العودة بسلامة الله هتأثر الغيابات دي؟ شوف أنا عايز أقولك على حاجة طبعاً إن الناد الأهلي بنذكر الناد الأهلي الطرفين كمان يعني هو مش بس الأسماء كبيرة ده هي في مركزهم في الملعب محمد هاني وعلي معلول أكيد مؤثرين بس أعتقد الناد الأهلي بالسكواد بتاعته بفكر مارس الكولر ما بيعتمدش فقط على اسم أو اسمين العناصر الموجودة حتى جمهور الناد الأهلي بيحب دايماً جملة إن الأهلي بمن حضر إن أي 11 لعب موجود بيرتدي التشيرت الأحمر جاهزين وإن هم يقدروا ينفسوا على البطولة الناد الأهلي عنده سكواد كواس جداً بس فكرة المركز الزهير الأيمن هي اللي هتبقى مختلفة شوية يعني إحنا شوفنا في مركز الزهير الأيصر يحيطيها طوله وشارك وقدم بشكل جيد وقدم نفسه قصفكة جيدة جداً هل بقى يبقى عمر كمال في الناحية اللي مين هل ممكن يبقى اسم تاني نشوف بقى يعني رؤية مارس الكولر